السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله اليوم بهذا الفيديو راح نشوف طريقتي بتحذي مرقة الباميا المجمدة هنا عندي لحم غنم سالكتاني باقي بكمية قليلة من المي اختصارا للوقت هنا عندي تشيز مالباميا وزن 400 غرام خالتها بالثلاجة غسلتها ونظفتها وهاويها ثلاثة سنثوم راح اضيفها على هذا المي مي اللحم واتركها مدة 3 دقائق 4 دقائق انا عندي بعد مرور 4 دقائق راح يبدو ان ينشف بهاي المرحلة راح اضيف ملعقتي ان اكل من الزيت النباتي وهي راح ابدو اقلب الباميا واللحم والثوم تقريبا نتركها دقيقة وان شاء الله نضيف وراها المعجون هيا عندي بعد مرور دقيقة هيا راح ابدو اضيف المعجون هيا عندي بعد مرور دقيقة هيا عندي ثلاثة ملعقة تأكل معجون طماطا هيا عندي بعد ما اشوح معجون الطماطا هيا عندي بعد ما اشوح معجون الطماطا ومشاهدها حتى تخلص من الحاب والقشر اللي يطلع من عدها هيا بعد ما اصفيت راح تخلص من هاي المواد هسهنا عندي راح ابدو اقلب معجون الطماطا ويعصير الطماطا والتركي يغلي ونشوف الخطوة اللي بعدها سوف أضيف ماء مغلي لازم نضيف ماء مغلي لأن البامية واللحم تقريبا مستوية فمريدها تصير قوية من نضيف الماء بارد سوف تقوى فلازم نضيف ماء مغلي والماء حسب الكمية اللي انتم سويتها الضربة الأخرى فلازم نضيف ماء و الملح و الحامض اضيف ماء مغلي ملح والحمض اضيف الملح و الحامض حسب الذوق و الرغبة اضيف ملح ملح وهذا ليمون دوزة بطرف الملعق أنا دائما أستخدم ليمون دوزة بالمرقى اللي ما يحب يستخدم ليمون دوزة يستخدم حامض فرش هسا راح أقلب الملح والحامض وأتركها مدة 15 دقيقة على نار هادئ وان شاء الله نشوف شكل هالنهاي هاي عندي بعد مرور 15 دقيقة على نار هادي هسا عندي تقريبا المرقى ثقنت وستوت هسا ان شاء الله نشوف شكلها بصحن التقديم هاي وصفتنا لهذا اليوم طبعا ركبت وياها تمان أبيض ان شاء الله تجربون هاي الوصفة واتنال إعجابكم ملتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم ووصفة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة